الأهرام المسائي برضو في إطار نفس النهج ونفس الاتجاه صراع المرمى يشتعل في الأهلي إكرام الأب يتدخل لإنقاذ الإبن والشناوي يرفض الدكة ولطفي يطلب المشاركة يعاني التلاتة بلاك والهددر عايزه مصمار والمصمار عند الحديان والحدي عايز فرخة والفرخة عايزة أمحة العنوان كان لازم يتمل كيف الدنيا يكمل لها ضم إكرام يتدخل لإنقاذ الإبن والشناوي يرفض التعاقد ولطفي يطلب المشاركة مين الرابع؟ ماشي وأحمد عاد اللي عبد المنعم بقولك هو فيه إيه؟ لا حول الله ورمضان مصطفى لتحت السن زعلان ومستعجل ومأموس يا أخي ده كلام شي الحقيقة بس عشان تبقوا شاهدين وعارفين اللي بيحاك للأهلي عامل إزاي إغلاق ملف عبدالقادر وهو خلي بأي مين عبدالقادر؟ أحمد عبدالقادر هني حولك صعب هشي بقولك ربط الشناوي إنه وعد احتياطي هو الشناوي يقدر يرفض ويقبل هو فرض نفسه بمستوى محدش هيقول له وعد احتياطي طول ما هو مستوى كده لمصلحة الفرقة لأوا علي لطفي يطلب المشاركة طب هو الراجل لما جاي كان حد قاله إن الأهلي ماشي شريف كرامو الشناوي ما الراجل عارف الوضع وبقال وسمعته وهو بيتعافل عارف هذا الوضع وجون كبير وعارف إنت مش كنت مش عاملين فقرة بالعقل والعقل إحنا بالنقش دي لإيه دلوقتي ما هدا كله كلام للعقل ده بس كان شواري بيفهمها بالعقل شوية كان نألهلنا عن فقرات دي طيب ترجمة نانسي قنقر